لمن العام لللجنة العليا للمشاريع والأرض كان له تصريح خاص حول استعدادات كأس العالم مع بدء العد التنازلي لها طبعا أربعة آلاف يوم وتبقي ألف يوم للبطولة أعتقد مع مرور كل يوم كلنا نشعر بحجم المسؤولية الموجودة علينا أحنا الحمد لله قد المسؤولية وإن شاء الله بإذن الله اللي وفقنا وننبيض الوجه طبعا المسؤولية مش مسؤولية مجرد موجودة علي أنا أو على أفراد اللجنة أو اللجنة المنظمة لكن هذا موجود على دولة قطر بشكل عام والحمد لله أعتقد أننا يوم ورا يوم نثبت أننا مايشين في المسار الصحيح للإستضافة بطولة تاريخية على معايير ليست فقط بطولات كأس عالم لكن بطولات إستضافة الإحداث الكبرى الرياضية بشكل عام طبعا معايير للنجاح البطولة أول شأن البطولة تكون ناجحة بحيث أن الجماهير التي تأتي تطلع بانطباع إيجابي عن دولة قطر كدولة مظيفة لكن أيضا عن المنطقة عن الوطن العربي عن الحضارة الإسلامية وأيضا في نفس الوقت أنه ممكن بعد خمسة سنين من البطولة لازم نشوف إيجابيات البطولة وفوايد البطولة تستمر في العطاء كذلك قال السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم في قطر 2022 إن قطر استفدت كثيرا من خلال إستضافتها للكثير من البطولات العالمية في الفترة الماضية جيزاتنا لبطولة كاس العالم 2022 تعتمد بشكل كبير على استضافتنا لبطولات أو مباريات من أجل أن الفرق تكتسب الخبرة التي محتاجتها لبطولة كاس العالم مثل ما شفنا بطولة كاس الخليج اللي يقيمت في نهاية 2019 خليجي 24 وكاس العالم للإندية 2019 كانت تقريبا 23 يوم إجمالي عدد الأيام فهي خمسة أيام أقل من بطولة كاس العالم في 2022 طبعا بالنسبة للفرق الفرق العمل اللي كانت مشاركة في التنظيم اكتسبت خبرة كبيرة نتطلع دائما إلى بطولات أو مباريات ودية من الآن لـ 2022 أيضا لاكتسب المزيد من الخبرة في طريقنا للتجهيزات لـ 2022